اشتركوا في القناة بالرغم من ذلك لم تهدأ وطيرة التظاهرات واستمر المشاركون في حراكهم ضد النظام الإيراني الذي عمل على تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وحجب بعض منها كتطبيقي انستجرام وتليجرام الذي يستخدمه حوالي 45 مليون مواطن إيراني وكان له دور كبير في تنصيق التظاهرات وهو ما أدى إلى انحسار توثيق الأحداث ومنظاهر الاحتجاجات إلى ذلك تتواصل الوقفات الاحتجاجية على اعتقال المتظاهرين والسياسيين أمام سجن إيفين بالرغم من قمع قوات الأمن لعشرات المواطنين المطالبين بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين حيث اعترفت السلطات بوجود 3700 معتقل توفي خمسة منهم بظروف غامضة تقول منظمات حقوقية إنهم قتلوا تحت التعذيب كما بث ناشطون مقطعا مصورا لم يتم تحديد تاريخه يظهر مهاجمة المحتجين مقرا لقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري وحرقه في مدينة آراك الواقعة وسط البلاد كما انتشر مقطع آخر يظهر احتراق مصرف تابعا للحكومة بمدينة سنندج غرب البلاد عقب اندلاع مواجهات بين محتجين وعناصر الأمن فضلا عن إحراق المتظاهرين صورة للمرشد علي خامنئي في مشهد المدينة التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات يسعى النظام الإيراني إلى إخماد التظاهرات أمنيا وأعلاميا لكنها ما زالت مستمرة مع تعديل الناشطين على مواعيد تحركاتهم درءا لمواجهة محتملة مع قوات الأمن ومنعا من استفادة نظام منها حيث صور بعض التظاهرات ضده على أنها مسيرات مؤيدة له ولسان حال الشعب الإيراني اليوم يقول قد يربح النظام جولة لكن المعركة لن تنتهي ترجمة نانسي قنقر